هل تأثير خطية حوى علينا؟ نفس تأثير خطية أدم علينا؟ أرجو الإجابة أنت مش واخد بالك من حاجة أدم وحوى كانوا جسد واحد ما كانوش اتنين كانوا واحد لما صحي أدم قال هذه لحم من لحمي وعزم من عزمي هذه تدعى امرأة لأن من امرأة من امرئ أخت والوصية لما ادها ربنا ادها الأدم لو قلنا ادها الحوى يبقى ادها الاثنين لكن آدم وحوى هم واحد لا يعودوا اثنين بل جسدا واحد وده سر الجواز الزواج ليس للرجل تسلط على جسده بل للمرأة ولا للمرأة بل للرجل فالاثنين يكونوا واحد وربنا لما كان بيكلم آدم أو آدم وحوى عمره ما كلمهم بلغة المسنة كلمهم بلغة المفرد وبلغة الجمع تقول لي ازاي يعني مثلا قال لي آدم من جميع شجر الجنة تأكل ما عادة شجرة معرفة الخير تقول لي أصل كان آدم لسه حوى ما جاش طب بعد ما جات حوى ماذا قال الله لهم الاثنين قال لهم اسمروا مش اسمراء اسمروا واكسروا واملقوا الأرض يبقى اتكلم بلغة الجمع ولغة المفرد لكن الشيطان هو اللي دخل المسنة أول كلمة قالتها الحية الحوى أقال لكم آآ أقال لكم آآ ودي اللي خالت حوى قط الله ده نوء ده مش اتنين مش واحد ده نوحدة وهو واحد ومن هنا دخلت السنائية والسنائية ده رمز للانقسام علشان كده السنائية ربنا ما بيرتح لهاش وحتى ربنا لما خلق الكون في ستة أيام اليوم الثاني يوم الاثنين ما قالش إنه حسن الأولاني قال حسن والتاني ما قالش حسن الثالث قال حسن الرابع قال حسن الخامس قال حسن السادس قال حسن جدا يبقى لما تيجي تقول سير خطية آدم هي خطية آدم وحوية هي خطية واحدة إيه خطية آدم وحوية خطية آدم وحوية كسروا وسيط الله جعلوا الله كاذبا دي أصعب خطية قصة واحد يجي اسألك يقولك إيه يعني واحد مد إيده على سمرة حد قاله ما تاكلش منها وكل تجيب البلودة كلها لأ مش في السمرة في التجديب ربنا لأن ربنا قاله لما تاكلوا منها موتوا انت موتوا والشيطان قال لهم لن تموتا يا ترى مين الصادق ومن الكاذب تصرفات آدم وحوية هي اللي بتحدد لو آدم وحوية رفضوا يأكلوا من الشجرة يبقى له للشيطان أنت كذاب والله وحده الصادق لكن تكون راحوا وكلت ودت لرجلها وأكل يبقى كأنهم هنا بيقول إيه لما أكلت وقدت رجلها أكل طب هي تكلت الأول ما تفتحتش عينها أول ما أكل آدم اتفتحت عينيهم على طول هما الاتنين وأعطت رجلها في آكل من هنا نرى أن ربنا بيكره السنائية والخطية هي أنهم جعلوا الله كذبا وده اللي حكم علينا بالموت الموت وقع على آدم وحوة أما العقوبات فتختلف بحيث الخليقة اللي ربنا خلقها يعني الرجل اللي بيشتغل اللي بيشتغل وبيصرف على بيته لا تعود الأرض تعطيق قولتها وبعدين يقول له تأكل خبزك بعرق جبينك وهترجع للطراب اللي اتخذت منه بالنسبة للمرأة بالكثرة أكثر أوجاعك وإلى رجلك اشتياقك أي نعم التأثير على المرأة غير التأثير على الرجل لكن كله تأثير والرجل والمرأة مولود المرأة قليل الأيام شبعان تعب